أعلنت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية استقالتها من عملية هذا الأسبوع وصرحت بأن تقريرا قدمته الإدارة إلى الكونغرس عجل من قرارها بعدما أشار التقرير إلى خلاف الحقيقة بالدعي أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة وقالت ستيسي جيلبرت التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابعي لوزارة الخارجية والتي تعد من الخبراء الذين أعدوا التقرير في مقابلة لها قالت إنه من الواضح أن ما ورد في هذا التقرير خطأ وقدمت وزارة الخارجية التقرير غير السري المكون من 46 صفحة في وقت سابق من هذا الشهر إلى الكونغرس بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل فبراير